قال الجنرال ستيفن توسيند قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية أمس الأربعان عمليات قوات الأمن العراقية لتحرير الموصل تجري بسلاسة وإن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش قدم مختلف أنواع الدعم منها أكثر من 2100 غارة جوية وعملية قصف في الموصل وقال ستيفن توسيند أن التحالف الدولي بدأ بوضع خطط لمحاصرة الرقة السورية مضيفا أنه يتوقع الفوز في الرقة أو أن الفوز في الرقة قد يستغرق وقتا أطول من الذي تحقق في الموصل لأن البيئة السياسية والأمنية في سوريا تعد أكثر تأزما كما أن الحرب الأهلية طويلة الأمد تحول دون بدل مختلف القوى لكل جهودها في مكافحة التنظيم المتطرف في نفس الوقت فإن تدخل القوى الخارجية بدوره يجعل الوضع أكثر تعقيدا هذا ورفض توسيند ليف صح عن الجدول الزمني لمحاصرة الرقة وأتحدث فقط عن الأولويات القصوى والمتمثلة في تدريب المعارضة المسلحة في الرقة قائلا إنها ستكون القوة الرئيسية لمعاملية محاصرة المدينة في المستقبل وأضف أنه سيوصي وزارة الدفاع الأمريكية بزيادة القوة إلى سوريا عند الضرورة